السلام عليكم إخوان وأخوات أكثر سؤال كي تطرح عليك كما قد لكم بسطور اللي قبل هو بشعال قصني نبدأ الإيكوميقس في دول الخليج هنا غنقل معك صريح وحنا ما كان نتبعوش عن الوهم وحنا ما كان نضحكوش على الناس باش تبدأ في دول الخليج غيخصك المنمو خمسالاف دولار هي خمسين ألف درهم المغربية نجيك سريعا نقدر نقول لك قل كتر وكن هذه أمور نسبية ونعرفو عليهم أو غانت تعرفو كيفاش الناس قدر يبدو بقل منها ولكن أنا كننقول لك في الحالة العادية إلا جدي تسويني شحل خصني باش نبدأ نقول لك خص تكون عندك خمسال المليون أو خمسالاف دولار أو خمسين ألف درهم كانوا كينا نتبعوش عن الناس في درهم في درهم في درهم ولكن هذه نعتبرهم بسيطنات وعندهم ميزة سوف نحضر عليها بسطوري القادم نظر لك الإخوان إلا أنت ما زال ما عندك خمسالاف دولار نقول لك هنا في السوق الخليجي ما زال ما مناسبك ما زال ما غاديش تدر في شي حاجة فقط غا تجي غادي تخدم شوية غا توقف غا يخسك باش تدير الآس غا يخسك باش تدير شري سلعة غا تتعكل فالأخير غا تخرج بوا على الإكسبرانس اللي خايبة وغا تقول بناس نسبوا عدية غا تقول غا تقول غا تقول غا تقول بلزا بتحويش لأنا إنسان مع مركز لتأكيد الآس هماني حمول عندي لي ما عندوش خمسالاف دولار باقي السوق الخليجي هو هاد ليفل اللي هو عالمي مازال ماشي ماشي فليسطاع ديالك عادي جدا خدم لك السوق ديالك شوي بشوية غا تنهضر علي الناس اللي ممكن يبدو بقم لك بقم سمسالاف ستوري القادم كما قلت لكم قبل تبدأ بقل من 5000 دولار 3000 دولار ولكن شرط أنك دي جاكت مارس السي او دي في المغرب أو في شي بلاد أخر هادو ناس اللي ممكن يزدطور راسهم إلى صح التعبير يعني إلا عندك 5000 دولار تقدر تبدأ بها سواء أنت عندك الإكسبيونس أو ما عندكش في السي او دي وممكن تعطي الغاز هذه من المجهة الأولى إلا ما عندكش 5000 دولار واش تقدر بقل أهد تبدأ بقل بشرط واحد يعني بيستيها في شهر قد عطيك 15-20 ألف دولار يعني كيدور شهورة وكيدور شهورة وانتك تكبر راس المال لك وكيملك يجيب واحد من 500 دولار بجيكسارة 500 دولار ولا ألف دولار ما غاتشربها هتش تسلعه عطنسيونة انك دي جاكت مارس السي او دي كتمرسه شي سامع بي لا أريد عليكم ما شي سامع بي يعني دي جاكت عطي الغاز جيب كوليات شحن كوليات عطي هذا ممكن يبدأ ب1000-3000 دولار وغادي في الشهور الأولى غادي تكون عنده كاشف له تقيل حتى كايك ببرس المال دي بش نجيكم صارحة لأنه في الخليج شحن ما انفيستيتي كتر وشحن ما ربحتك كتر نجيكم بزاوية أخرى مالك تجيك تتسوي 5000 دولار وديك 5000 دولار وانفيستيتي عام شهر ثلاثة نموة تقدر تعطيك 10-1000 دولار ومالك تأخذ 10-1000 دولار هل تنتظر عندك 1000 دولار ومالك 5000 دولار بزاوية الناس كاسفت لي وانا ربحت بيت انا هدي عندي 5000 دولار 5000 دولار 5000 دولار ماللا وانتا سيدي لا مشاريش لك تتسلع يعني مني تجيك تبدأ في الخليج كاتجي كاتنفيستي 100 دولار كاتتستي بها البرودوية يعني 100 دولار غتعرف بها البرودوية اللي تبع ما بين 100 دولار في 200-200 دولار هادة غير كاتتستي بها البرودوي ما كتلكم واحدة 130-200 دولار كاتتستي كتلقا بها البرودوية اللي تبع مالك اتعرف ان البرودوية غتبيعه غيخصك 4000 حتى 2000 والتلاتلاف دولار بش ليس لعه ش لي غير سلعه وهي جاية مالك غتوصك غيخصك غيخصك بش دير ليها الاطس بش تبيعها نحسبوها طوطل تخصك ما بين 4,000 و 5,000 دولار. ما يمكنش تنجح وانت ما عندكش هذا المبلغ. هذا الأخوان مشهير بحميل الانترنت. دراع عمل في الانترنت. أنا ما ما بغاش تخلي يا راس شي وحدين بغاو التاومير بحمية مليون خمسين مليون عمشين مليون في الشهر. وقال لك بغاي انفيستي 2000 درم. ما أقولوا لي فين كين هاد البروشي في العالم في التاريخ كانت انفيستي 2000 درم باش تربح. فلا ما كان يخصك عقلانية نحن لم يكن بيعيش لهم. مجيكسارة. ومليكة تقول لي يا راي الشي اللي عندكم في السؤود دوت نتوركم ما عدتوش ليه غالي. لأنك حتي تضيف البعض الجيل اللي مخصص للبيزنس دير قليل من خمسة درم. يعني غيرا غا نضيع لك وقتك وحتى حنا نضيع وقتنا. لأنه انت حت لقى 2000 درم. وكيف تبدأت تدير بيزنس في الخالي يجي ايضا الله. 2000 درم. نقول له كل حبة غتشريها. سلعة غتشهاب عشرة دولار. عشرة دولار اخويا اما جاي باش لك حتى. إلا قلنا عشرة دولار بيتشري غير مية حبة. تخصك عشرة مضروف مية الف دولار. عارف سلعة باش تشريها. عاد نزيدوا فلوس ديال الاطس. تكون واقعي بالتراب. يمكنني أن كان دل طوضيح إلي في الخالج يا اخويا خصك 5.000 دولار واشي يكيك صارع. واحد 3000 كمن ثلاث ديل السلعة والاحد 2000 تل тебя الأطس. وadıك 5000 ل kasih 1000 دولار وعش جاي مية المية واشش جاي مية الف وشي مية الف ر frank with 2000 nous كان يقول لك دي جلبتين على 1000 دولار و 500 دولار هذه هي ضرورة صحيحة وباقي كنقولها و ما كان فيها ولكن كان شرط على اخوان نقدر اقول لك 2000 دولار ستفيدك ولكن ما تسنى من هالأرقام اللي شتف الفيديوهات الشي بيت نقول لك دابا 1000 دولار حاليا إلا بديت بيها خلال الشهر ستقول ل 2000 أو 1300 دولار و واشي حقلك ستقبل لك الترب الشهر دي 2 مرة واشي دخل 200 500 دولار إلا عقلك يتقبل لك هكا نقول لك اوكي هذا الشهر ديك 2000 ستقول لك 2500 اشترجي تقول لك 3500 اشترجي تقول لك 3500 حيث بحال دي كورة دي لتلج رأيك شي كي يدور بوحد دالة تساعدية إلى باقي عقل علامات لذلك ستقدر ولكن ما يقول لك ستقدر بها 2000 دولار ستقدر بها المنائي من شهر الولاني أو ستقدر بها ملايين شحونات يعني في كل واقع مع رأسك اخوان من اللي تدخل بيجي صغير بزاف خاصة تكون عندك العقلية لانك انت داخل باش تكبر بها باش تربح هذا الغلاط اللي يتقع فيه الناس كيقول لك أنا جيتبع 2000 دولار ما ترتشي حاجة على 2000 دولار ما كتديش بها الاربعة ما كتديش بها بيزنز ما الاخر 2000 دولار يا الله كتكبر بها عرص المال يعني 2000 دولار ستتخدم بها هات شهر ستتولي شهر الجاي 2500 و 3000 دولار ستشري سلعة 500 دولار قد بها البيع يعني 20 ساخر ستتخدم المرور مسيح يعني فلوطان لانك فى البيضة انتم الفين دولار مخمسة من مخمسة قد بها اذا جيتب ستفسل ستعلم واكي لان كlaimer بشي انفتيت بيدير الفلس خمسالاف دولار الفوق بالنسبة للاخ واحد عنده عشرين اف دولار عنده تجربة في المغرب يعني السؤال ديالك هو وش من الاحسن نمشي للخليج انا غا نصحك تمشي للخليج اعلاش إلا كنتي كتدير مية أوردر في النهار في المغرب كتربح كما قلت لك إلا كتدير مية شحنة في المغرب وكتربح اكس إلا كتدير مية شحنة في الخليج غتربح اكس فوادو لا فوادروا قدرة الشرائية عالية أسواق متعددة من اللي كانت تبيع في الخليج مثلا شي بردو ما ختمش لك في الكويت غلا تختموه في عمانة تختموه في السعودية تختموه هنا لكن في المغرب اللي ما يختمش لك في المغرب ما عندك فين تمشي يعني الخليج ما يخصك تشوفوك مقابل أو نظير للمغرب تشوفو أسواق جديدة اللي بخدو ما يختمش لك هنا وبقوشنا بزافة لهاد الحالات ديال الإخوة اللي يختموا معنا كي منك يجي بردوي أو كيرقى بردوي كي تستعملنا في الدول بخمسة في الخليج مش بالضرورة كي يختموني في الدول كاملة إلا ما ختمش لك في السعودية كي يختمني في الكويت أو العكس يعني أمونا عندك أسواق فين تلعب هذا أولا فونتاج للخليج هذا أكثر الأسئلة كي تجينا وأكثر العراقل كالطرال الدراري هو أنه كي يقول لك مليتي سيطلب بردوي ما تنجب الكوست بجوج مليتي ستوك أو اللي عندي الكوست بخمسة ستة سبعة عشر بريك تركز معي يا الله جزيك بخير أهم شي كتلعب في الكوست هو الكرياتيف ديالك أنا من تجربة ديالي وذلك الشي اللي كنشوف للإخوان الأغلبية ديالناس ما كي بدعوش في الكرياتيف بأغلبية ديالكم كي هزي الفيديو اللي مساعدة يري الفيديو اللي يلقى في اليوتيوب في جوجل كي هزو كي ما هو وكي دير بيها الأطس إخوان أنا ماشي يكسبر في الأطس كان الناس أحسن مني في الأطس يميوا تتبعوهم وكن أنا من تجربة اللي كنشوفكم الدمعينية كان معنا الناس في السعودية من ترك اللي كي بيعو برودوي عام كي بيعو شهور ومليك تسولوا علاش كي يقولك أنا كل مرة كنا بدل الكرياتيف أنا اللي كان قادل الفيديو أنا اللي كان مونطي أنا أنا كان اللي وصلني في السعودية لأنه كي يجي برودوي كيعاود يسوروا دونك الله جزيكم بخير ماشي هزي الكرياتيف اللي يلاقي هكاك كي تقوليها الكوست طلا كان الناس أنا كنشوفش حويج اللي ربما الناس ما كنشوف كي ما قلت لكم الدرالي أنا كنشوف حويج اللي انتو ما كتشوفوهم مثلا كيكو عندنا كلاينت أو جوج للكلاينت كيبيعو نفس البرودوي وفي نفس الدولة ونفس البرودوي كتلقى اللي يجيبو دولار كي يجيبو الكوست ولو واحد آخر كيتشكل اللي غان حبس برودوية حيث كنجيبو ثمانية عشرة نفس البرودوي نفس كل شي ولكن اللي كتشوف هذا كتسول أكملات ماجرده كي يبداع في الكرياتيف كي يدير شيء يجيب شيء وفي نفس البرودوي وفي نفس البرودوي وفي نفس البرودوي وقال لك كي تسنى منه ذاك الكامبين وذاك الكرياتيف اللي يدير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى موسيقى